موسيقى وإلى متابعات الأخبار المحلية حيث توجه منتخب الشباب بالمركز الثالث في بطولة كوسافا والمقامة حاليا بزامبيا بعد فوزه على نظيره الأغندي بثلاث أهداف مقابل هدف اليوم ما سبت وأكد حمادة صدي المدير الفني للمنتخب أن هناك العديد من المكاسب خلال دورة كوسافا منها تعود اللاعبين على الأجواء الأفريقية الصعبة ومواجهة منتخبات أكبر منهم سنًا خاصة وأننا الفريق الأصغر المشارك في البطولة موسيقى على نادي الاتحاد السكنداري اليوم سبت تعيين الأسبانيخ وأن خسايا مكيدا مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم ويعاونه مواطنه أنطونيو كمدرب عام وتم الاتفاق على جميع بنود التعاقد مع المدرب الفني بحضور رئيس نادي محمد من سلحي وبعض أعضاء مجلس الإدارة وكيل المدير الفني محمد عبدالجابر ومن المقرر أن يقود مكيدا تدريبات الفريق اعتبارا من غد الأحد عقب اعتباد تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد موسيقى